بس برضو عايز اتكلم شو على المصري بكرة يعني في مواجهة النادي لأهلي تشكيل الممكن لعب بيه المصري عمل ايه السنة دي عشان يبقى جاهز دي الموسم الجديد والله يعني انا مجهز القايمة بتاع المصري اه نعرضها على طول اه يعني اريد نعرضها هتوريلك ازاي ان المصري فعلا فرقة تخد وفرقة قوية جدا ولو ما بقيتش طوب فور السنة دي يبقى خسارة للمشروع اللي عمله اه طبعا استاذ كاميرا وعلي لو هنتكلم مثلا على راست المرمى هو عنده عصام صروت ومحمود جاد من السنة اللي فاتت ده من السنة اللي فاتت صح كده كده عند خط دفاع بارو محمدي ده طبعا لعب دولي جاي من الاسماعيلي كان خناية اهل وزا مالك اكتر من مر احمد ايمن منصور جاي من الزا مالك ده بش كان اساسي عمرو موسى كان موجود من السنة اللي فاتت ولكن هو مصاب ومش هلعب اه عندك باكليفت حسين السيد سعداوي حسن علي تلاتة باكليفت على فكرة حسن علي بيلعب نص ملعب وبرده بيلعب جناح ومش موجود بكرة تلاتة مميزين الظاهير ايمن احمد عيد وكريم العراي احمد عيد جاي من الزا مالك طبعا كان معار لامبي وكان حصد قصة شهيرة بتاعته انه خش على القايمة نص الملعب بص القايمة عاملة ازاي ايز ايميكا قوة ضاربة في نص الملعب صمت جزار محمود حمادة لعب فاركم طخب مصر يوسف الجاهري موهبة المقاولين العرب امادو جولدي صفقة جديدة الياسي الجلاصي احسن لاعب طبعا في المصر اخر سنتين الاجنحة سامير فكري نجم الداخلية السنة اللي فاتت وكان هو اكتر لاعب عام المراوغات صحيح السنة اللي فاتت في الدور المصري ميدو جابر طبعا غنى عن التعريف امان كونة برضو اده جديد عبد الرحيم ده جموم ربنا ايش فيه كان عامل عملية رباط صليبي خط الهجوم مروان حمدي فخر الدين بن يوسف فرانك ايطونجا محمد الشام قويد قيمة تقدر تعمل منها مش تشكيلة تعمل منها تشكيلتين والتشكيلتين يرضو الجمهور ايا كان مين اللي بيلعب فيهم صح بخلاف كده معاهم كوتش محترم جدا 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 اسمه علي مهر كابتن علي مهر هو دايما بيعتمد على 4-2-3-1 مدى ساعة فترة التدريبية كلها فهو دايما بيعتمد على مواصفات معينة وطريقة معينة وعنده كده انا بسميها لازمة كابتن علي مهر هو دايما بيحب يكون عنده جناح حريف قوي يحطه في موقف واحد على واحد عشان ياخد الانتاجية بتاعته سواء كانت عرضية او تزديدة صحيح كان بيعملها مع مين دايما مع احمد رفعت سواء كان في المصري ولما راح في يوتشار اشترى احمد رفعت لانه عارف هو احسن حد ممكن يعمله دي طب ايه هي الفكرة الفكرة انه دايما يجمع اللعب ناحية المين بعدين يعدل بسرعة بالكرة الكوليطرية عشان يحط احمد رفعت في موقف واحد على واحد وياخد منه الشغل بتاعه وشوفنا الجابهة بتاع احمد رفعت ونجوم كانت جابهة قوية جدا طب ايه اللي هيتكرر في المصري من خلال السكوات ده وايه التشكيل احنا ممكن نتكلم دلوقتي اعتقد ان محمود جاد طبعا هو الحارس الاساسي كريم العراقي هيكون باكرايت دبش هو اللي هيلعب وجنبه باهر محمدي لان احمد ايمان منصور هو مهيش هيلعب وطبعا عمرو موسى كان مصاب في نص الملعب هو عنده مين على الشمال الشمال حسين السيد ارتكاز هيلعب طبعا إزي ايميكا عنده كمان محمود حمادة جنبه اعتقد ان يوسف جاهر لان الياس الجلاسي على حسب معلوماتي يعني ان هو مش موجود للاقاف يلعب ناحية الشمال ميدو جابر مهاجم مروان حمدي وناحية الشمال هو سمير فكري وسمير فكري هو سمير فكري على الشمال وميدو جابر على اليمين والمهاجم مروان حمدي الشامي كنت مش هيلعب بقى لا الشامي مش هيلعب الشامي مش هيلعب لان مروان هو المهاجم الاساسي اللي موجود بقاله سنتين مع فرقة المصر تتكفو لكن الشمي بيلعب جناح فقط يعني هو خمية هذه خلال مواجم معوت وفواط الاني الاكتراً لاعب في دور المصري خد ما follتش هو حريف البلد يتحط في مو 萬ائي يتحط في موظف واحد على واحد يقدر يعد ويقدر يزود